ودعم جديد يضاف إلى رصيد العطاءات السخية التي تقدمها دولة الكويت ويدها البيضاء والتي تمتد لدعم أشقائها في اليمن وبما يلبي احتياجات المواطنين فيها ها هي دولة الكويت بكرمها وأميرها قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقوم برفض القطاع الصحي في اليمن وذلك من خلال تقديم أطنان من المحاليل الوريدية والعلاجات الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا وتوزيعها في محافظة لحج دعم جديد يضاف إلى رصيد العطاءات السخية التي تقدمها دولة الكويت ويدها البيضاء والتي تمتد لدعم أشقائها في اليمن وبما يلبي احتياجات المواطنين فيها ها هي دولة الكويت بكرمها وأميرها قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقوم برفض القطاع الصحي في اليمن وذلك من خلال تقديم أطنان من المحاليل الوريدية والعلاجات الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا وتوزيعها في محافظة لحج طبعا شكر جزيل لدولة الكويت على ما قدمته في مسألة علاج الكوليرا حيث تم استهداف ثلاث محافظات في ثلاث محاور وهو توزيع الدواء والتثقيف الصحي وكلورة مصادر مياه الشرق تم تنفيذ البرنامج في محافظات ريمة وتعز ولحج استهدف ثلاث ألف مريض في هذه الحملة والله الحمدل منه مشت على أحسن ما يرام الدعم الكويتي للقطاع الصحي في اليمن تظل بصمته واضحة وضوح الشمس وذلك بأن سبعين في المئة من احتياجات اليمن الدوائية تقدمها دولة الكويت لمساندة أشقائها في هذا البلد المغلوب على أمره والذي تحيط به الأزمات من كل جانب كان آخره انتشار وباء الكوليرا الذي حصد آلاف الأرواح والذي كان لدولة الكويت الدور الأبرز في مكافحته لا شك أن المحافظة بحاجة إلى مزيد من دعم كريم من دورة الكويت حيث أن الأوضاع الصحية والمعيشية تتفاقم كل يوم بسبب هذه الأوضاع فنتمنى مزيدا من جهودهم ولا سيماءهم سباقون وبصماتهم واضحة على مستوى هذا البلد الحبيب دائما وأبدا تبقى شعلة العطاء الكويتية متقدة لتبقى عند حسن ظن أشقائها وسند لهم في كل حين ولم تكن لتنساهم في ظل وضع مرير يقاسيه اليمنيون يبقى الدعم الكويتية محط أنظار المتابعين للمشهد الإنساني في اليمن والذي تبدو معه دولة الكويت عازمة أن كل العزم لانتشال الوضع الإنساني في هذا البلد والذي تمثل اليوم بتوزيع آلاف من المواد الدوائية للمصابين بمرض الكوليرا في محافظة لاحج ترجمة نانسي قنقر